موسيقى بيقولوا ساعة البطول تطير العقول لا تقولي بقى ضايت ولا رجيم ولا هعمل من النهاردة ومش هيكل خالص لابسمع كلام قلبي والعقلي الوحيدة اللي ممكن تأثر عليها هي معدتي ازاي يعني يبقى عندي صفر عظيمة زيدي وكوارع وفيها كل الاكل ده واسمع كلام معدتي وتقولي لا كفاية طب كفاية ازاي يعني ايه اللي فيك علشان يخلي فيه كفاية وتقوليلي كفاية لا انا مش قادرة مهما كان عظمة الاكل اللي قدامي اللي وعدني بالكلام ده كريم اكرم زيك عامل خبير التغذية كريم اكرم نورني والله حلويات هي حلويات بتاعتنا بعد حلويات المصرية ايه اللي ماشاء الله فما انا خير انا يعني مش عارفة راكتنس عشان انت اتيه ما بحبهش فانا النهار ده مش هسيبك غير لما تاكلها يا كريم يا اكرم الغارب بالنسبة لي انه هي ريحتها حلو لا دي عظيمة عظيمة هتغيرلي فكرتي لا بقولك ايه ده انا نفسي اتغيرت فكرتي انا مش هغيرلك فكرتك لا بجد بجد الريحة حلوة قوي لا لا حلوياتها رهيب 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 هتخلي اي حد يقول لأ للاكل لا طبعا بس انا اقوله لأ ما عدا مين بقى انا انا اقوله لأ انا اقوله لأ انا اقوله لأ انه هو ما يقولش خالص اه لا انا بحاول اترجم له الموضوع بانه لا بس انه هو يأكل اه بحرماكش خالص ان انت قدامك كوارع وقدامك الفتة وقدامك الشربة وان انت متأكلش عشان انت عامل دايت او عامل ريجيم فيه ناس كتير جدا بتعمل دايت وما بتخسش لا وابعدين دي ما ليانا فيتامين يعاني مينفعش احد نهار دا اصلا حلقة الاخلي وابعدين كل الاكل مفيد انت بابدهش تقوللي ما تكلش بلو انت بتضريني اه فيما تلك ليiqué وانت بقدامanes البديل انا بخليكي تاجلي بس بخليكي تاجلي بشكل معقول بشكل منقم بالضبط انا بخليكي تاجلي بشكل معقول بدال من انت ما بتاكلي طبق الفتة انا هخليكي تاكلي نصه انا ب英عرف احددلك انت تاكلي بوث ايه النهاردة انت تبخى ايه؟ فكل كزا لا. هو في الكورس نفسه هو اللي بيعمل ده اوتوماتيك. بيبقى معاك دكتور في البيت. على فاكرة دي حاجة حلوة جدا. ان اصلا انه واحد يوصل للدكتور بتاعه يعني دي حاجة دلوقتي مستحيلة وينزل من البيت. غير ان انا بتابعك. انا غير ان انا بتابعك. انا كمان بقدملك الكورس. الكورس اساسا بيبقى في حد ذاته هو دكتور. هو بينظملك نظام اكلك. بينظملك نظام حجم المعدة. بينظملك الفيتامين اللي بمفروض جسمك ياخدها. بينظملك كل حاجة. فانت معاك كورس بما يعادل تنظيمك اليوم الغذائي. يعني هينظمه لي ازاي معلش. تمام. اول نقطة احنا نشرح الكورس الاول. ونقدم العرض بتاعنا. عشان خطر بعد كده نعرف الناس هتستفن منه بايه. الكورس النهاردة هو الكابسول والنقط والاعشاب. زي الكابسول اللي انت كنت بتقول عليه ان هي جديدة. بجد؟ اه. اه. كان عليها ضغط جديد جدا. من عشرة ايام. وانا نزلتي بها النهاردة تاني. دي الكابسولة اللي انا كنت بتكلم عليها يا كابسولة بتعود تلاتين يوم شهر واحد. تلاتين يوم. تلاتين يوم. بس. اه بالزبط. كابسولة بتعود تلاتين يوم معاكي. الكابسولة ديت قوية جدا. الاول انا كنت بقولي ان الكورس بتاعي الشهر الواحد بيخصص خمستاشر كيلو. اه. الكابسولة ديت غيرت المفاهيم. بقت اقوى بنسبة خمسين في المية زيادة. بدل ما هي بتنزل خمستاشر كيلو في شهر واحد. بقى بتنزل عشرين كيلو في شهر واحد. بشكل امن جدا. بشكل امن جدا. ولازم نقول كده يا كريم. بشكل امن جدا. ليه؟ لان مكوناتها ايه؟ عشرة طبعية مليون في المية. بزرط. اه. هي الفكرة هي كابسولة بتعمل ايه؟ اه. هي بتسد لك الشهية. لأ هممكن نعد تعد كده؟ بتسد الشهية. وتنتفخ انها الاعشاب اللي انت يعني اللي هي متكونة منها وكلها اعشاب طبعية. انا هحاول اشرحها بشكل سلس. اه. هي حجم المعدة لو احنا تخيلنا ان حجم المعدة قد كده هي الكابسولة بتملال نصها. اه. تمام. وتسيب للنص التاني. وتسيب للنص التاني اكل فيه اللي انا عايزه. حلو قوي. يعني لو داني مفتتة انا باكل ربعة. طبعا. تمام هيدي الكابسولة بتعمل. فبالتالي على مدار الشهر كل يوم حجم المعدتي بدل ما هو كان كده بقى بيصغر 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 لغاية ما في اخر الشهر. انت بتتكلم كأنك بتعمل تكميم. بالزبط. بس تكميم طبيعي من غير خطر العمليات من غير مخاطر التخدير من غير اي حاجة. ومضمون بنسبة مية في المياه. ومن غير اثار جانبية. ومن غير اثار جانبية. وده اهم حاجة. لأ ما هنا كمان عندي تكميلة للكورس. اتفتت. لان انا قلت الكابسولة الجديدة هو يا جماعة. اللي كان عليها ضغط. الناس طبعا اضايق جدا بسبب الهداية. بس انا هشرح دلوقتي طبعا الهداية ليه؟ كانت عليها ضغط. كنت عملها الاول سبعين متصل. انا النهاردة عملها الاول تمانية. خليها لتسانة اشان خاطري. طبعا عشان خاطرك جدت. انا كنت اصل الموضوع. الموضوع كان هو كان فيه ضغط شديد شوية. فانا ما كنتش عارفين نسيطر الموضوع. انهاردة اللي هداية هتكون لاول تسعين متصلة. طب ده حلو الدهون المترقم. يعني لو عندي دهون في منطقة البط هي بتحرق الدهون المترقم. وبالتالي انا اي حاجة باخدها كمان بتحرق اللي دهون للدهون. بتحرق القديم وبتحرق الجديد. والدهون في منطقة البطن بتفتتها. حلو اوي اوي في الأرض بتفتتها. في الكتاف. في الكتاف. في الصدر. في الدراعية. في أي حتة في جسمك. في دوم وتراكمه. بتتفتت وبتنزل. ده الكابسولة بتعمل. السد شهية وحرق دهون. بتزود معدل الحرق في الجسم. اللي هي معدلات الميتابوليزم بقى اللي هي بقى التمثيل الغذائي. اللي هي لو حد تحركش. أوكي. اللي عندك زادة السمنة ومتتحركش. نفسك بطيء. شغلك مفوش حركة. ده حقيقي. بتزود لك معدل الحرق في الجسم. وانت يعني. بنسبة 100%. يعني انت لو نسبة حرقك معدومة بتحركش خالص الأكل اللي انت بتاكله. أو بتحرك بشكل بطيء. هي بتزود لك معدل الحرق. لا. وعايز اقول لك ان في ناس كده كده يعني بعد سن الاربعين كده كده معدلات الحرق بتاعتها بتقل. بالزبط. حتى من غير أي أسباب مراضية. فدي بتعلي معدلات الحرق. بالزبط. طب حلو جدا. ده بالنسبة للكابسول. زادت كمان انها بتثبت لك الوزن. يعني انا كده كده عشان خطر أهم شيء. المتابعة. انا بتابعك. يعني ايه اللي بيضمن الشركة. ايه اللي بيخلينا احنا الناس بتصق فينا. المصدقية. بالزبط. المصدقية. الناس بتصق فينا ليه. ترفع تليفون. بالزبط. يا كريم. انا فيه كذا كذا كذا. من أول يوم لآخر يوم. انا مبدلكش الكورس. واسيبك. امشي. انت حتى لو بقوا والله بجد انت يعني بعد اسبوع. المفروض تنزل اول اسبوع خمسة كيلو. احنا دلوقتي الشهر 20 كيلو. انت اقول اسبوع لازم بالنسبة لأنا بتابع معك. تنزل خمسة كيلو. اكلق تكلمك او اكلق او تكلمني بعد اول اسبوع. تقولي انا نزلت اربعة. اه. بتلاقيني معاك والاسبوع اللي بعده هننزل ستة. لا انت بتعمل دعم طبي ودعم نفسي. بالزبط. انا شايفك اللي هو بتشجع. يلا هتخذ. اه اه. هتقدر. اه. مش مش نتكلم بشكل بسيط. ببسطل الامور. وبامشي معاك يوم بيوم. يعني الاسبوع انا بقوله حكي لي عملت ايه. اه. يوم بيومك الاسبوع اللي فات. النظام كويس مشيت عليه. اتلغبطت في موعيده. اه. انا ما بسيبوش. وانت طبعا اللي بتقوله تاخد امتى الكابسول امتى النقط. طيب ايه تاني مع الكابسول والنقط. النقط بتزود معدل الحرق برضو مع الكابسول. يعني النقط ده بتزود معدل الحرق في الجسم كمان. عشان خطر دي نقطة مهمة جدا. الناس معدل الحرق بتاعتها. هي ماش موجود. يعني بيبقى منخافض. طبعا. هي النقط بتزود لك معدل الحرق في الجسم. طب حلو جدا. بقيمة ساعة ونص رياضة في اليوم. اكنك نزلت الجم ساعة ونص. مع انك انت ما نزلت. طب. ده حلوة قوي قوي. العشاب هي بقى اللي بتشغل كل ده على نظافها. العشاب بتناقش سموم من الجسم. بتناقش سموم. يعني الدهون بقى اللي موجودة على الكلا على الكبد بتنزل. ده كده ممكن تثبط الكوليسترول على فكرة. ممكن تثبط مستويات السكر في الدم مدام انت بتطرت كل سموم. بالضبط. وبتناق الجسم. فهي بتخلي الكابسولة تشتغل بشكل احسن. اه. وبتخلي النقط تشتغل بشكل احسن. ايوة. فالأحشاب مهمة جدا. وطعمها حلو. طب ده حيل. وده مهم ان تكون طعمها حلو لان الناس لازم وهي بتاخد الحاجة تكون مستذوقها بشكل كويس. اه طبعا. عشان خاطر ما تقفلش منها. احنا بنشتغل على كل حاجة. الهدية بقى. فضل. اللي خليناها الاول تسعين متصل. ايه بقى هي. ا انا النهاردة جاي معي هدية مهمة جدا. انا عاولت على قد ما قدر. ان الكرسي بتاعليها خصيصك 20 كيلو. ادي ده تخسيص. وكمان عوضتك بحاجة تانية ممكن تكون نقصك او ممكن تكون انت بشخب بالك مان. صح. الهدية انا معي النهاردة تلت هداية. تلاتة. تلت هداية. اتنين. انا عايز. والله برافو عليك. اتنين. اتنين. اقولك ياريت يكون فيها فيتامين سي. بزر. ما انا اقولك النهاردة حلقة الفيتامين. اه. النهاردة تلت هداية. ات مهمة ليه جدا. مالتي فيتامين. مالتي فيتامين. ده كده هيعود اي حد بيخسب كل الفيتامينات اللي ممكن تنقصه. بزر. يعني انا حولت الموضوع. تخصيص. اه. وكمان تجميل. انا حولت ان انا اخليك بشكل عام. راجل. شاب. ست. شابة. اه. كل الاعمار. مالتي فيتامين مهمة جدا لكل الاعمار. طبع. 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 احنا لو حد راح عمل تحجيل صورة دم كاملة. اه ليه عنده نقصة حديد. بزر. لا انا جاب لك حاجة مهم جدا وغالية جدا. اه. وهدية. طبع. انا جايبها لك هدية. اه. اه. مهمة جدا عشان كمان انا جايبها النهاردة هدية ليه عشان هي مهمة جدا. ده دي هيلة. انت عايز اقولك ان اكلة زي دي. لو ما فيهاش فيتامين ما عندكش في جسمك فيتامين سي. اكل زي دي متتحولش لكلوجين. انت عارف كده? بالزبط. يعني ده سبب اساسي. علشان فيه اكلات في جسمنا تنزل الفيتامينات والحاجات دي. يعني البروتين ده علشان يتحول لكلوجين تاني في الجسم. ان ونقص عندنا الافلة دي كلها ولا كأنها اي حاجة. بالزبط. ولا كأننا اكلناها. والمعات فيتامين بيعود حاجة كتير انا ممكن دلوقتي اقولها والناس دلوقتي بتشيك منها. طب. اه. وبالنفسها، تساقط الشعر، الأرق، المسام الصدل في الوش، عدم التنفس بشكل سليم، مشاكل كتير جدا أنت ممكن تكون بش حاسس بإرهاج بشكل السواد اللي تحت العين، كل ده أنت ممكن تكون بش شايفة ومش حاسس بإرهاج رغم أن أنا كن ممكن عندي صحة وجسمي مليان وكده لكن للأسف ما بقاش واخد بالي، إيه اللي أنا أقصني، الناس فاكرة أنه طول ما أنا عندي صحتي كويسة ودخينة وماشاء الله جرمة، لا أنا كده تمام كده، لا بالعكس خالص، ده أنت ممكن تكون كل ده عندك دهون عايزة تنزل على الكلا والكد، ده اللي بيحققها الكورس، عندك كمان نقص فيتامينات، هنا كمان مدينا كورس مالتي فيتامين ومش كورس بقى ومديه لك كده، لا كده، وبش بالهداية بس كمان، احنا قلنا أقول 90 متصل، خاصة 75% الله عليك، هو ده الكلام، خاصة 75% على الكورس آه، طب بص بقى يا كريم ماشي، احنا معينا دلوقتي ياسمين، احنا عايزين نعرف ياسمين ما اتصل بينا ليه، يا ياسمين يعني ازاي حبراتك يا جيب؟ أنا حلوة يا حبيبتي، عامل ايه أخبارك؟ ايه كورقة الحلوة ديت؟ أي خدمة، أي خدمة، النهاردة لازم تعمليها، وما تقول لهاش لا 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 تعمل ماذا الله، ماذا الله، ماذا الله، وممكن أتكلم للأستاذ كريم؟ أنا تحت أمرك، ازاي حبيبتك يا جيب؟ 20 كيلو في شهر واسبوع فصراحة يعني انا حبيبتك شكرك واشكر للطريق الطبي، يعني كل ما ببتصل صراحة بلقيه واشكر الدكتورة خلوط صراحة يعني صراحة فيه مصدقية في الكورس بصي طبعا بالضبط ياسمين طب ايه سئلة خلاكي تتسلي وتحسني فيه مصدقية اساسا ياسمين في الموضوع؟ لان انا عايزة كل الناس تخصص لان انا تتبعيني سعلا من الوازن السئيل اه اه لا يا حبيبتي مبروك مبروك حقيقي ابتيالي انت عملت كده ايه حياة جديدة لايف ستايل جديد ونفسيتك تحسنت اه براوو يا اسمين بجد براوو هتكملي لسه عندك تارجل تاني ولا كده خلاص؟ لا ان شاء الله انا كنت عايزة اقولي الأستاذ كريم ان شاء الله الكورسي النهاردة ممكن برضو اخده يناسبني اه طبعا طبعا يناسب حضرك وهي هي هي على فكرة الكابسولة الجديدة تمام الكابسولة اللي بتنزل 20 كيلو تمام يا اسمين ربنا نخليك يا فنم الكابسولة بجد سحر بجد الكابسولة سحر من ان انا اقولك انك هتنزل 15 كيلو ان انا احط نفسي في الزون ان انت هتنزل 20 كيلو لا فرق كبير انت بتنزل 20 كيلو في قد ايه وقت؟ في 30 يوم لا بص يا كريم كمان اللي عجبني ان هم حابين الموضوع مش حاسين ان هو له بقوا بسترس عليهم واهم النقطة اهم النقطة بالنسبوع من احنا كشركة احنا بتبقى اهم النقطة عندنا في الشركة ان انا بثبتلك حسن نياتي انا بديك الكورس ومش بسيبك وهدي نقطة الخلاف في اي حاجة تانية اللي هو انا مبعتلكش اللي انا عايزه وجريت لا دول كل يوم موجودين انا بستقبل كلمتك في اي وقت في متابعة كل اسبوع لغاية ما تخلص الكورس بتاعك وانت بتمشى عن نظام اللي انا بقولهولك فبنتبع بعض لغاية اخر الشهر دي مهمة بنشوف اخر الشهر بقى النتيجة وفي الاخر احنا بنكسب شغل الدعوات طيب احنا عايزين بنرجع تانية الكورس بتاعنا النهاردة الكورس النهاردة هيبقى كابسولات هتكفينا لمدة 30 يوم 30 يوم هتخسس قد ايه؟ 20 كيلو خسرته 18 النفسي اهو خسرت 21 اهو خسرت 21 يعني ممكن اعلي التارجت اه طبعا صح لو التزمت كمان ان انا يعني مسمعتش خدم مع نفسي قوي انا بس بزوّد فكرة ان احنا ما ناكلش بالليل بس طب والله دي بتفرق معنا كيلو 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 على فكرة انا عن نفسي ما باكلش بالليل بالزبط يعني دي حاجة صحية جدا جدا ده كده مش خدمان ولا اي حاجة لها بتبقى مشكلة ان انا ااكل وانام لان انا جاستي كلها يعني ما بتشتغلش بالشكل السليم الماء في الماء طبعا اه فما بعرفش اهضم بشكل سليم التمثيل الغذائي او الحرق يا جماعة بيقل بعد الساعة سبعة ده اللي عايز اقولهلكم بيقل بس زمان مني انا ان انت بتنزل 20 كيلو في اول شهر وحاجة تانية احنا بنحاول برضو ان احنا يعني نقدمها لكم ان فكرة ان انا بقى اديك الكورس مناسب لجميع الفئات اه انا حاسة ان هو طالما اللي شهر واحد فاكيده يبقى سعره مناسب جدا بالزبط بالزبط انا بكرة كلها 30 يوم لا وبعدين انت بتدي الكورس اللي هو الكابسول اللي هو بيعمل ثلاث حاجات بيسد الشهية بيعلي الحر كمان وبيعمل ايه تاني وبيفتت الدهون وحاجة ربع بيثبت الوزن بعد ما بنزل يعني ايه بيفتت الدهون يا جماعة يعني انا عندي هنا دهون كتيرة الارداف البطن مكان الولادة الحاجات دي كلها بتنزل الكابسولة بتدخل عارفة طريقها بتدخل على التجمعات الدهنية او الكتل الدهنية تروح مدمرة وتروح مفتتة وتروح مكسرة وطردها بره تمام طيب انا بلسه باكل انا هو باخد الكابسول بس انا برضو باكل انا مش محرومة من حاجة يجي بقى ده النقط النقط بقى بتعمل ايه بتدخل تعلي الحر الحاجات اللي دخل بتعلي الحر كمان صح؟ طيب انا عندي اساسا الحاجات مترقمة في جسمي عشان انا كانت اسلوب حياتي غلط يجي بقى ده مفعول الاعشاب العشاب بيدخل يعمل ايه؟ يخرج كل السموم اللي انا عملتها في السنين اللي فاتت اللي انا مكادش كنت باكل كل ما هو قدامي ومعنديش اي حاجة في حياتي اسمها ايه عايز اعيش حياة صحية او عايز او عايز بقى جسمي جميل او عايز اصغر في السن يا جماعة لا لازم تاخدوا الخطوة وتغيروا حياتكو يبقى احنا كده عندنا الاعشاب بتعمل بتطط كل سموم طب السموم دي موجودة في الجسم دي بتدمر الجسم لا وبتيجي من الهوى وبتيجي من اكل التكاوي وبتيجي من اكل كتير وانت بش عارف ان دمك وجسمك فيه سموم فده بنقيش شوية ده حقيقي بيخلي كمان الكورس يشتغل بشكل سليم طبعا الهدية النهاردة مهمة بيدي كده يعني ارضية علشان الكورس يشتغل معنا بشكل حلو كمان راحوا عاملين ايه راحوا ميديننا كمان علبة مالتي فيتامين هتكفينا الشهر شهري كامل علبة مالتي فيتامين دي يا جماعة احنا محتاجينها وطعمها عشان خاطر زي ما قتلك وبيناسب جماعة الاعمار المالتي فيتامين طعمها كارمل طعمها حلوة جدا ومفيدة جدا للشباب للبنات للنساء مناسب جدا لجميع الناس المالتي فيتامين مهمة جدا علشان كده النهاردة انا جاب الهدية الاول تسعين متصل برابا عليك والله انا كنت جايب بتمانين عشان خاطر بدلوقتي انا خلاتهم تسعين اول تسعين متصل الهدية ليهم غير كده وكده التوصيل مجاني دي احسن حاجة بقى يعني لو انا لست انا عن نفسي لما بيطلب حاجة اونلاين بقول هو انا لست هدفع تمن التوصيل انا كده هدفع ايه ولا حاجة انا كده هدفع الربع في كل ده وكمان البتين ايه فيتامين سي البتين فيتامين سي بصوا بقى بيعلوا المناعة دي حاجة مفيد جدا فيتامين سي في كل امور حياتنا عارفين اي حاجة كده في حياتنا لازم فيتامين سي طب هتقولولي هنخدها من الاكل مش كفية للاسف مهما اكلنا طول النهار حاجات فيها فيتامين سي مش هنقدر نحصل الفيتامين سي اللي هو بزبط الاجواء اللي احنا فيها بزبط الاجواء اللي احنا فيها احنا محتاجين فيتامين سي بشكل كبير والمالتي فيتامين بقى لا بجد ابداع طب بص يا كلمتك تقوللي ان فيه حالة معينة خست وظبطت جسم الله الله ايه ده قولي بقى لا لا بص سيبك انت يعني فيه اختلاف طبعا رهيب حتى اللون انا حاسة ان من اختلاف اللون هي بقت مبهجة على الحياة مسكت نفسها اسود مغطية كل الدفوهات جسمها بقت فيه ثقة عندها بشكل غير طبيعي طبعا اللي بقى بتتكلم بيها دي لا انا هزولك ان كمان الناس بتتكلم بثقة بعد اول اسبوع اه ام ابراهيم اصلا بعد ما نزلت يعني شافت انها نزلت بعد عشرة ايام يعني هي حست انها نزلت وصحتها بقت احسن وفرق في هدومها وفرق في الليزان باين بس مجرد انها اختارت لون تاني غير الاسود يعني هي بقى عندها ثقة في نفسها وهي بقت كمان مشركة على الحياة مش مكسوفة من تقناع لا طبعا فرق كبير كبير جدا طب يا كريم الكورسي بتاعنا كمان بيظهر نتيجته بعد اول اسبوع بعد كم يوم انت مفروض اول اسبوع بتنزل خمسة كيلو وبنكلم بعض عشان خطر نتابع بعد اول اسبوع وانت مستحون يعني ايه يبقى عندي نقط واعشاب بتعلل حرق وكابسولة بتدخل تفتت الدهون ومستحون يعني ايه بقى عشاب بتنزلي كل سمهم في جسمي انت مستحون بحاجة كده ولازم تظهر النسيجة كمان يومين تلاتة الزبط هي النسيجة عندي بتبقى سريعة جدا بعد اول اسبوع انت بتنزل خمسة كيلو نهاية الشهر بتنزل لعشرين كيلو نزلت اكتر الحمد لله الفكرة اني بتابعك كل اسبوع والفكرة اني عمللك التوصيل مجاني طب انا مش مديك الكورسي كده انا مديك الكورسي كمان عليه خاصة مقدملك هدية مش لثمانين متصل لا لدي سعين متصل عشان لو في ضغط او اي حاجة انا النهاردة مقدم هدية قوية جدا بتكمل الكورسي يعني انت هتنزل عشرين كيلو وكمان صحتك هتبقى احسن ومش هتشتكي من اي حالة تجميلية يعني احنا كده بنعد ايه بقى كابسول نقط الكابسول هو الكورس وعليه نقط وعليه اعشاب وعليه علبتين فيتامين سي المهمين جدا 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 علبة مالتي فيتامين دي مهمة جدا مش عايز اقولوك بقى شعر مفيد بقى بشرة زهايمر عندوكو انيميا كل ده المالتي فيتامين بيعالجوا انا بتايقلي شايفة ان يعني ما تترددوش يا جماعة وجربوا الكورس هوا تلاتين يوم تلاتين يوم هتخصي عشرين كيلو يا با ليش بالاضافة ان كمان التوصيل مجانا خدوا بقى دي وانا عندي حاجة مهمة جدا بصراحة انا شايفها يعني ميزة ميزة اكبر ميزة الدعم الطبي ان انا ارفعها سمعت التليفون يا دكتور في عندي كذا كذا يا دكتور دي مش بنلاقيها في اي حتة وبندفع فيها فلوس كتير جدا علشان نتواصل معي دكتور لازم ننزله العيادة بالاضافة لده كل ده الدعم النفسي يا سلام لما تلاقي حد كده زي كريم اكرم والله بيتواصل ما يقولك هتقدر هتقدر هنتواصل على ايه على التليفونات وفيش اسهل من كده لا هننزل من بيتنا ولا هنتحرك هنتواصل على التليفونات الموجودة عندنا على الشاشة رقم اللي جابك صور الأرقام دائبوا يا جماعة حتى لو رقم المشغول كريم بيقول لنا نرجع نتصل تاني وكمان عندنا صفحات بقى اللي هي مهمة جدا خلوا بالكو خلوا بالكو من الاسم كويس جدا هنا فيتارم جلوبل دي خلوا بالكو في صفحات كتير فيتارم وحاجات تانية ركزوا في الاسم يا جماعة وهنا كمان فيتارم جلوبل تخسيس ورشاقة احنا عندنا هنا الصفح دي كمان نقدر نتواصل من خلالها ولكن علشان نلحق نلحق العرض اللي هو الأول تسعين متصل لازم نلحق على التليفونات على طول ومعنا تليفون تاني طيب ألو ألو أيوة أيوة معاكي ازاي حضرتك يا فيتار اهلا مع حضرتك اهلا مع حضرتك انا متعرفة حدا كنت تتذكرني ولا لا بس أنا متعرفة معك بالي عشر تيام بس حالك اللي متعرفة معي يعني بنفسك يعني بصراحة طب ممكن الاسم اسمك ايه طيب هدير اه 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 افتكرتها 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 هاختبرك دلوقتي طب قوليلي انت خسيتي قديم يعني خسيت حوالي سبع كيلو وربعمائة دورة بالضبط يعني خلت بالك من ربعمائة اه لا ده حاسب بالربعمائة اه 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 انا كنت مسترت ان هو اللي يتابع مياه انا ساقص يعني دقيق شوية وبيبيق لك الزيادة بصراحة طب برافو عليك والله يكونت كام اه انا عايزة اقول يا دكتور بس حاجة اه اه انا دلوقتي اه الكورس ماشي معي كويس جدا الكبسول على مايه بقول الزحر انا ما بقولش خالص الاكيد بقدامي وانا يعني مش مش تهياء بالمرة اه 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 ما بصراحة برضو ما لقيت الاعراض اللي قلت خايفة من ان شعر يقع او ان انا وشي خس او الكلام ده كله يعني فضلت زي ما انا مفيش مشكلة ما لقيتش اي اعراض بس انا وديتي بها يعني خلاص انا قلت اجرب ايه الاول انا دلوقتي وديتي محتاجة تاخدو بس هي عندها ضغط هل هيفز معيها نفس الفاعلية ولا ممكن اكثر عليها او بضرها نقطة مهمة جدا اه 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 طيب اي هنرد عليك انا هنرد عليك دلوقتي نقطة مهمة ان هي قلت حالة ضغط الاول حاجة على الصناحة بنسأل عليها الطول الوزن الحالة الصحية تمام هي دلوقتي ايها قلت ضغط اه مفيش مشكلة مناسب ليها جدا بس نقول كل حاجة برابو مناسب لمرضى الضغط مناسب لمرضى السكر وبربو ما ده الدعم اه 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 انا كده كده انا بس اكده بس برضو انت بتقول كل حاجة بحيث ان احنا نقدم لك الحاجة اللي مناسبة لك بالضبط يعني احنا كده هنقول كل الكورس اللي معنا تانية يا جماعة معنا كابسولات نقط اعشاب كلها حارقة مفتتة للدهون مش عايز اقولوك هتزبط جسمك وكمان علبتين فيتامين سي مهمين جدا جدا في اي وقت مش بس دلوقتي المالتي فيتامين اللي هيدخل بقى يصحح جسمنا يعني هنخس و هنخس كمان بالصحة بالاضافة انه هو كمان مدينا خصم 75% صح وكمان عندنا التوصيل مجانا كل ده و هندفع بس الربع والهدية الاول 90 متصر لازم تفكرني الهدية الاول 90 متصر وصلتها جدا ان كنت معي النهاردة يا كريم يا رب الفتة تعجب انا عجبني الكورس وعجبني الوفر بجد النهاردة انا همسدك خلصة الحلقة دلوقتي هتلاقيني النهاردة بقلبة حانا مشرفتوني جدا النهاردة واتتنوني بكرا ان شاء الله هنعمل اكلة حلوة جدا الطلبة تمينني كتير بكرا ان شاء الله واتنسوا معدنا الساعة واحدة على قناة تن هستنىكم بكرا هتوحشوني من النهاردة البكرا شوفكم على خير اشتركوا في القناة